أكد جلالة الملك عبدالله الثاني أنه لن يكون هناك أي حل للقضية الفلسطينية على حساب الأردن مشددا على أن الأردن واثق بنفسه وقوي بوعي شعبه وبقوة جيشه وأجهزته الأمنية وجدد جلالته خلال لقائه رؤساء هيئة الأركان المشتركة وعددا من مدراء الأجهزة الأمنية المتقاعدين التأكيد على أن قوة الأردن ومنعته سياسيا واقتصاديا وأمنيا هي قوة للأشقاء الفلسطينيين مشددا على أن هذا الوطن بني بهمة وعزيمة أبنائه ومسؤوليتنا جميعا تغليب مصلحته العليا وحمايته ودع جلالة الملك إلى عدم الالتفات إلى الأصوات التي تحاول إبعادنا عن خدمة أشقائنا والدفاع عنهم مؤكدا بذات الوقت وقوف المملكة إلى جانب الشعب الفلسطيني في صموده على أرضه وأعاد جلالته التأكيد على موقف الأردن الثابت بضرورة الوقف الفوري للحرب على غزة وحماية المدنيين وإيصال المساعدات بشكل كافا ومستداما للأهل في غزة للتخفيف من الوضع المأساوي بالقطاع